ده الأساس بهذه الأساس مشروبا وهذه الحكة تانية سؤالي يا دكتور هو طب لو أنا دل واحد مثلا فيه فئة معينة مثلا مش بتلعب رياضة خالص تمام أوكي؟ وبتلعب أو بتكسل يعني هي ممكن ما عنداش وقت أو بتكسل أو مالهاش في رياضة خالص تمام هل ينفع يتابعوا نفس النظام الغذائي بتاع الرياضيين؟ لا لا طبعا لأن أغلبية النظم الغذائية اللي تبقى الرياضيين بتبقى هاي كالوري تمام؟ بتبقى فيها كالوري عالية قاعد حضاك اللعيب ده وقت لما أغلبية إن أنا بقسهم بقاديهم بياخدهم 3000 و 4000 و 5000 كالوري وفيه ناس بتاخد في ألعاب عنيفة بتاخد 6000 كالوري على حسب الأداء ومستوى اللعبة فأنا لا يمكن هدي الشخص عادي ما بيمرس النشاط أو بيمرس نشاط خفيف جدا وقدر تديله 3400 كالوري وطبعا أعتقد الألجي دريمس بقى والحاجات دي كلها ما منوها السيفور والحاجات دي ما منوها خالص لناس اللي ما بتلعبش أصلا من رياضة دي حاجات منتجات خطر جدا لذي رياضيين الحاجات دي كلها أنا اللي عرفانه بعد كمان التمرين ناخد بروتين صح؟ يعني قبل التمرين بنصف ساعة ناخد كارب مثلا لو زي موزة أو نصف ساعة أكتر شوية أو مثلا موزة أو ثلاث تمرات مثلا أو كده وبعدين بعد التمرين بروتين ميلي